فرنسا ستغرغ في الساحل الساحل هو جماعات إرهابية جماعات جهادية جماعات استقلالية جماعات مافيا جماعات خلوطة خلوطة من كل أصناف فرنسيس لم يعدوا يتحملون لحد الآن فرنسا أكثر من خمسين عسكري هناك كأريثة بالنسبة لهم خمسين عسكري يموت إذن لازم يموت الجزائري العراب الكابيل لالجيريا هؤلاء اللي يموت لمازيق أكثر من الكابيل في نهاية المطاف لالجيريا الجزائري هو اللي يموت من أجل استعمار الفرنساوي الأمريكي لماذا باش يبقوا الجنيرالات مسيطرين على الحكم وعلى السلطة وخانقين الشعب ليقول جزائري تدي الاستقلال آه الحقيقة حينما تكلمت على هذا الموضوع منذ أشهر طويلة لم يكن علم خاص ولا فهم خاص ولا إنما هو متابعة فقط لطبيعة هذا النظام ومعرفة بطبيعة بطبيعة النظام وبطبيعة الاستعمار الاستعمار مهوش جهات خيرية القوى الكبرى ليست جهات خيرية ليست منظمات حقوقية إنها قوى استعمارية استغلالية غازية طغيانية ظالمة واستراتيجيتهم يسموها leading from behind القيادة من الخلف الآن يكونوا هما القادة وهم من الخلف قبل قليل كلمني أحد الآفاظ قال لي فقط سقسيهم يقول لهم كي تروحوا ثم ويكون عندكم الإعلام الفرنسي وتحول الإعلام الفرنسي لأن قيادة فرنسية القيادة التي ستقود هذه الحرب فرنسية الجنرالات وثلاثة وشوية عقادة هنا وشوية كوموندالهيه هنا ممكن يبقوا 150 لأن عندهم 5000 في مالي فيما يعرف بعملية بارخان الفاشلة جدا الإعلام الفرنسي شن هجوم عنيف على ماكرم إعلام حر على الأقل في هذه القضايا الخارجية أو شبه حر على الأقل بينما نحن يبعثوا سرجل سرجون شيف ليتنون كابيتان ممكن حتى كولونيل يتحي الكابيتان الفرنساوي ويروحوا يقاتلوا من أجل الاستعمار الفرنسي تطبيقية وقدا